حلقة الليلة عكس تماماً ما سامعناه وعشناه مع أبوشرة في الحلقة الماضية غادي تستفدو أنه لما ما كتلقاش بلصك في واحد المكان من بعد ما عطتي بزاف ديال الفرص كتنسح ببساطة ولا بسهولة وربما ذاك الانسحاب غادي فتحليك بيبان ديال الخير كبار ولا غادي يعلموا الطرف الآخر درس ما كيتنساش بس مشوفين بقوا معاي باش سمعوا حلقة الليلة لأنه النهاية ديلها إيجابية بمسياز سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كانت من أنكم تكونوا بخير وعلى خير أموركم هانيا أحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد القصة الماضية أنا عرفت بلي أنا في قصتكم بزاف أو بالأحرى في قصتكم صاحبة الحكاية اللي هي بوشرة وكنتوا معها جد صريمين في التعاليق ولكن على بلكم بلي أنا وديك الصرامة ديالكم فيقتها بها من نسبات عميق ديال الدل والدليل هاش نصفتت لي كأودو شكراً بزاف شكراً بزاف شكراً بزاف حتتتي بياها في القصة ديالي طبعاً مري ما تكيز كان زاف جارية تكيز خويني ولكن مع مري ما حتيت بها في مدلولة بصح حتى شكراً لكي تجدي نصيحة مشوح تتعافيه يمكنك أجيك عادية ما تستقب لها ما تستقب لها شوية كميسة تتخذي نصيحة من ناس شوح ما تيعافق شوية تتناقصتك حلات فرنج لها تتحسي بصحب لكي نصيحة إنسان ما تيعافق شوية تتحسي بصحبها يا ما نصحوني اللي اختاني معايا وكتاكل شي نصحني ولكن مع مري ما اخذي طرأي ديالهم ولكن هذا المعنى الزمانة بكاني ذك شي اللي كانوا في القلولية في تلك اللي بتهدرها عالي وكوة صحي عالي وكان الثاني وكان ديرك شي اللي ذا يقلوا لي يا قلبي حتى أنا من الناس اللي متسين لهم قلبهم مش يحقلهم ولكن اول مرة صح اول مرة غديدوشيني ذاك نصيحة وكوة ديالنا في اللي قل مدلونه عندهم حق اي واحد قل يمدلونه عندهم حق انا ما كنتش كنحس بيها انا حتى سمعتها دبط صح ما ميمد كيت عداشي سيهد راديد شي واحد انداشي نصيحة شي واحد حتى بكي دابا ولا نهد راديالنا حتى شاتني بزار ورا ما كنتش حاجة مقاطني الضاخن ما كنتش حنك فيه شي هذا اول مرة غديدوشيني حزامي الضاخن كنتك اتعاودي ولا قلبي سيدي رب افتير اه رب رينام بزاف شكرا بزاف لك اقسيم بإله هذا وعد مني اقسيم لك بله واحدة عزيز عظيم هذا وعد مني يحذك سيد مغير زاف من دول حياتي فتازا لان جميع الكمانتيرات اللي قريت عندك فيهم حق لان جميع الناس كانت معقولة ماشي ماشي كدود كان وعدك وكان وعد نفسي اللي درمتها معي بزات انها ان شاء الله تسيد عن حياتي ودابة ان شاء الله غدي اندروكي ودابة ما غدي اندروكي ونسح ذاك النمار بش منعود جاء نزع نظر معاه هاد شي باش دائما سنطلب منكم انكم ما تبخلوش على التعاليق باصحاب الحكاية لانهم كتقدروا تكونوا سبب انكم ستبدلو لهم الحياة ديالهم فاخر ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم في حكاية الليلة قبل ما نبدو فيها ما تنسوش اللي سحس انكم تقطعوا على زر الاعجاب لما تكلفكم حتى شي مجهود وكي يخلى دي محتوى ينتشر ويدفع التفاها الجاو حد اخرى ونقولوا باسم الله يلا لنبدأ انا سناء منين حليتي تعني في هذا الدنيا وعيت القطراسي عيشة مع اخوالاتي واخوالي وجدود اليوم والدين ماما لانه بابا كان هرب على ماما وانا عندي عامين وخلاها وانا دان كنا ساكنين مع الوالدين ديالبابا فشو همشى هي هزاتني ومشينا عشنا مع والديها منين وصلت ست سنين بابا جل عند ماما باش انه يردها وانا كنت عقل بلي انه بحيلة كانت عندنا شي صداقة في الدار كانوا رجال وانسا واجدشرت الماما شي حويجوا جمعتهم لها في شي ساك هاد شي علاش عقلت لانا وديك ساعة ما كونش واعية وماما ما كانش كتقول لي يجي حاجة لانا كتقول راسانة بقى صغيرة كانوا صداقة وماما قلبت على الدار وكرتها وتعاونوا معها العائلة في الفراش في المماعين وبقى كان عقل في ذيك الفترة كانت قلت لياه سيري الحينوط الفلاني ومنين تشوفي باكت مراكيت سيري جيبيل الهنا فين حنا كارين حيثوها مازال عارف البلاسة بقى كان عقل ذيك الليلة جاء تعشينا ونعسنا دوزت فترة في ذيك الدار وعود رحلنا لدار واحد اخرى وهو مكانش كي يخلص الكرة نادي جدي اعطينا واحد دار عنده بقينا عايشين فيها من بعد الوليد غادي يخل ماما المرة اللولى المرة الثانية اعلمت به وهنا غادي تشد تال واحد النهار تنجي تندق متى لقى حتى شي حد وهنا غادي نمشي عند جدودي ولقيت خالتي بقيت كنسولة وشكينا ماما قلت لي اخير دخلي لا لا عفك يا خالتي غير عيطة لي عليها لا اخير دخليها سنة فاش دخلت غادي لقى ماما مضربة في وجهها وحنكها كان مجروح تقول ليها مالكي كتقول لي راني دخلت غير في الحياة علاش حال عاد قلت لي يا ربك هو اللي يضربني حيث هو ما كانش يخدم وكان غير كي يسكر بالليل وانا كنت نعقل انه كانت يدخل مع الزوج ديالليل وتيجي كي يحيح عليها وكي يبقى يحي الباب ويغوت ويعاير وهي بقى تمسح ملاه تل واحد النهار الزات حواجة ورفعت عليه دعوان تعتق غادي تكلف لها بها واحد المحاوي هو اللي كان يدخل ويجيب ذلك الوراق لانا كنا ساكنين غرف دينا صغيرة وما كانش فيها المحكامة المهم تلقات وما بغى تشي حاجة من عنده جينا عن جدودي واخوة ماما اللي عشنا معاهم مدة عشت وسط عائلة عادية بطفولة عادية ما حسيت فيها الحمد لله بحت شي نقص جدي مسكين مكان فششني وكانت عزيز عليه حلش كنت تحفي التلولة وما كان مخصصني حتى شي حاجة في بلاسة حاجة كان ديما يجيب لي جوجو ثلاثة كانوا مهلين فيها كأني بنتهم مباشرة ماما تكون عندها شوية ذلك النقط حيزا شتلقات وخرجت ببنت ولكن انا ما حسيت بوالو كنت طفلا اللي هي عادية المهم فشوصلت لين المراهقة بدأو اخوالي كي يحقروا عليها وبغاو يحضوني ولكن زييروا عليها بزاف خصوصا واحد خالي زيير عليها بلا قياس بحل مثلا واحد النهار كنت غادا مع ماما العرث فشرجعنا بدوك يغوتوا عليها أخوالي إذا انتي بغايت تمشي سيري هي ما تدهاش معاك هما انا ذاك ما كانوش كيعتبروني بنت اختهم ولا بلي بنت ماما لا كانو كيعتبروني بلي انه انا اختهم الصغيرة وماما اخت الكبيرة وبلي هي ما عندهاش جميع الحقوق المسؤوليات عليا ما تقدر لا ترفض ولا تاخدشي قارار كان ممنوع يعني ذلك الطفلة كانت مربية وسط كل شيء وكل شيء كيت تحكم فيها وبغير بها على طريقته المهم كنت كان قرأ ما كنش من الاوائل ولكن كنت كان نجح واللي بغيتها متوفرة لي ولكن كانوا مزيريني لأقصى درجة لدرجة اني تخنقت بحل واحد المرة كنت قادم مع جدي غير الجامعة في التراويح واحد خالي جايب الموتور ووقف علينا قال لي فين داي هادي ذاك الفترة اللي يزير عليها تبالي بحيلة انه اوشي حد ما حاملنيش تقول لي فين غادي مع هادي قال لي ها جدي ارا غادي نصلي ايو اذا غادي تصلي مستدياش معاك هو كان عند بالوب اللي انا او جدي فاش غادي دخل المسجد متاع الرجال انا غادي نبقى معاشي واحد وغادي ندير شي حاجة مع بزاف ديال التفاصيل والقصص بحلاكة اللي خرقوني فيهم وليس كان شوفه كان قول دابا انا بغيت ندير واحد توجيه في واحد البلاد واحد اخرى وغادي خصني يا ايما نكري فيها او لننقلس في الدار نتع الطالبة خالي قطع لي الوراق ديال ذاك الشي كامل وقال جدي اهالشي اللي كين هنا هو اللي غادي تديرو بغات ما بغاتش نقلس في الدار انا بقوت ذاك الزيار بديتكان نقول اللي يجا في البال غادي نزوج به كانوا كيجوني عروض ديال الزواج لانه كنت فاخرة وعطي العين واخلاقي زوينين وملا ما محي كانوا مقابولين انا قلت صافي الحل هو غادي نزوج واحد نهار كنت عندنا واحد المناسبة في الدار كنت خارجانا وخالتي مسخرين متقداو شافني واحد سيد جادرت مع خالتي اللي كان مع واحد سيد وحد اخر اللي كان تعرفنا وقال لي هافين تنسكنه وهضر معه ماما خليليها نمرته وقالت لي صافي ذاك الشي اللي كان غادي ندوي معاك قاتليلي انا وجده وخلاه وملي عندهم القرار انا قتليهم صافي والو انا بغيت هاد السيد ووافقت حيث انا بغيت غادي نزوج وصاف وخا ما عجبتني شحال من حاجة في ذاك الزواج من البداية ولكن كنت بغا غير نهرب ووافقت وعيطوا عليه وقالوا لي عيط على وليديك واجي فعلا جاء وداز كل شي مزيان ودرنا الخطوبة وكل شي داز هو هاداك شرال لي التليفون وبقت يدوي معايا السيدك يشرق وانا كنغرب انا وياه لا علاقة وما متفاهمينش واخا كان باقي صغير في الصين عقلية وكانت قديمة متاع ما تلبسيش القصير ولا الجين ولا خسكت لبسي غير جلابة ما تعريش عراك ما تدريش هادية ما تمشي فين انا وياه واحد العقلية لا علاقة انا بغا غير نهرب وغير غادة وصافي المهم كملنا واخا كنا كانت تخاسمه في التليفون وكانت تالحه درنا العلس ومشيت معاه فين هو واخدام في واحد المدينة واحد اخرى وهنا فين غادي تبدأ حكاية واحد اخرى غادي تبدأ المقاتلة معاه على اتفاه الاسباب كتكون اختو غالسة معانا وكانتغير الكوزينة باش انا نطلع لاغضاء او لا نجيبش صينية دي الاتاي من مورايا كتبقى كادوي انا انا ذاك كنت باقي صغيرة ما عارفاش طياب وهم كانوا مفشيني في دارنا وما مخليينيش نديرش ايدي في الماء حتى تزوج وابديتك نرون عاد تعلمت وهو اصلا تزوج بي وانا عندي غير 17 سانة وبغاني نكون في الحدقة دي عندي 30 سانة نولي ندير كل شي وانا باقي مازال برهوشة السن كان غير مناسب نهائيا للزواج واخدتكني في الجسم ديها الكبيرة المهم واحد النهار دخلات لقات الغضاء تحرق من واحد شوية انا نتعاودته خويت دكشي اللي محروق في الشويرجة ومشيت كناظر محماما ما حيت صونات لي ونحاود نرجع لكوزينة انا دخلت دكشي ضربات الطموس كتات انا دخلت لكوزينة باش نشوف طيابي في نوصل حتى كان سمعك اتقول له راه ماشي سانة حرقات الغضاء سمعت ان تغوت عليها وتي يقول له ماشي شغلك اللي يرحمليك ببك دخلي سوق راسك او لا كتجيك تفيقني من نعاس ودقول لي اجيت تغدي معايا في داري باش نمشي انا نعاونها على شقاها يالله تتوجت ومشيت لديك البلاد وما كاملاش خمستاش اليوم قلت لي بغيت نخمل الكوزينة قلت له اوخا نعاونك على نيتي خملتها معاها كاملة طلع لي ذاك الشي فراسي فاش مكان بغيش نمشي معاها كتبقة تصنع ليه وراه ما بغيش نمش معايا وراه هادي وهادي وهادي وهو تغوت عليها وتيغوت عليها ويقول لي اش درج ليك ودي مصدع المشاكين في طرد عام مرجعت كيف العويد علما انني كنت مقلضمة واللي تكحلة فوجهي جاه انتقال لواحد البلاد وجاتني بحل خيبة امل انني غادي نرجح نعيش مع دارهم في العربية وانا ما مولفاش بها وما حملهاش بكيت وحزنت وكتائب وانا غرف في 18 سنة وما بقى ولو 19 سنة بقيت نبكي وكل مرة كان هادر مع دارنا وكان قلوهم باللي هادي زواج را طلع ليه في الراس كي بقوا عليها لا سنة صبريين تي عد زوجتي ومكرم تلقى وديدي حسنتي تلقي الى ما اخره شو غادي ادختكم سنة بقيت صابرة وجمعت رحيلي ومشيت عند الاهل دياله وخا مراضيهاش ضغطت على راسي دوازد شهر وبدأوا المشاكل مع واحد اخته اللي كانت متلقى وكبيرة عليها وكانت قد ماما وكانت تحس برصها بلي انها قد قدها وكانت قول ما تدرش يديها في الماء وهي غير تعاوني وبخاطرها كانت هيو حماتي وحماية في الدار فقط ومشاكلهم كانوا كبر منهم وكانوا تحقروا عليها في كل شي وكانت طيب النهار ومطال ونعجن ومخصصيش نقول لا اقول لا نهضر على راسي ما نقولش بلي انه اذا كشي ما عاجبنيش وينوضو صدع كبير ويصونيوا على ولدهم واذا بغيت نمشي الحمام كان نمشي لدارنا احدتا نمشي ونرجع ونقلس مع ام واحد شوية عاد نرجع لدار حماتي تنصوني لي هو الول باش انا ويعطني الموافقة اوتيتوني على امو وكيقولها ليها كتقول ليه ايوه هي بغيت تمشي الحمام وانا بغيت نمشي هنا وهنا وهنا غير انا كنت بغيت ندير شي حاجة ام واحد كيبان ويقال ليهم البلانات تيحود يتوني عليها ويقول يلا اراك ما غاديش تمشي اموي ما تقلش ببوحدة مع العلم انه مو الفاهية ببوحدة المهم كنت ديما وحلى معاهم والصراعات وفيما بغيت نمشي لشي حاجة المشاكل وكل مرة يتوني عليه هو مرة يهوت عليهم ويقول ليهم برس توني التساع ويعودوا يتوني عليها ويدابز معايا المهم واحد الفطراء الولا كنت اكنا احدها وسنين لم اعطيها الله الدراري فاشراج ليجا انتقال وارجعت عندي حماتي ازقها الله وحملات جلت قلتها لنا وفرحنا بها ووجدت لها شنو بغتس وشنو كتتوحم عليه واحد الليلة وانا كان ووجد لها كسكسو وفييا الصخفة وارواح وكنت مريضة يلا احطي تلك القصعة وحاسها بسخانة ومك انا ما زال ما تجمعوش على الطبرة شي تيغسلي ديه شي تعيطو شي عاد جاي انا قلت لهم حافكم لما سمحوا لي راني مريضة مشيت لبيتي اللي في الاصل ماشي بيتي غير البيت اللي دير فيه هنا موسيا وديرين ماريو ديالهم هما اللي فيهم حويجهم وتحطوا فتاة تقضياء واصبابط وانا حويجي بقينا غير في الباليزة اقسم بي الله اذا ذاك البيت حالته وما خلوش ولدهم يكريوا لي ببوحدي تيقول لك اللي الحال عندنا مضيق ولكن صبر عليه واحد الصباح جرى جلو كنا ناسين دفعت علينا البيت ودخلات فاش كدوي تي ارجعوا كنتي لي خيبة المهم بزاف المشاكل اللي كان اختصرهم وكان اعطيكم غير الاساسيات باش توضح عندكم الفكرة وكيفاش كنت تنعيش باش واحد النهار فاش خديني ناخد قرار غتعرفوا علاش خديته المهم انا ذاك الليلة ديالكسكسو اللي كنت فيها مريضة ما كان على بالي والو يالله شربت واحد الدواء ديالي صلت علي واحد السيدة كنت اراني مريضة قطعت عليها ونعست مرهد الحدث بشهر جرمدان ذاك اللي حاملة صفتها رجلها عند امها لانها كانت تحم وما قداش يعني صفتها عند امها وماشي عندي انا واحد اخرى جاي عندي غضبانة واحد اخرى مطلقة يعني بثلاثة بهم كنين في الدار وشيخي وحمتي جمعنا في ذاك الدار من غير ذاك اللي حاملة انا في 15 اليوم الثانية والذي كان فتر غير بكاس ديالي مو الصحور كان اخد غير الدلاح حيتي ما كنت ش قده انا ذاك ما زال ما كنت ش عارفة راسي شنو مالي وكنت صغارة وعندي 19 سنة وهم بدوا كيغوتوا وايلي راساناء من المتاز فترش يعني راها حاملة بدوا يصونيو عليه ويقولوا لي را مرسك حاملة وانتوا ما مازال ما قدرتو والو وهذي 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 ويصوني علي وتغوت وكي يعاير وانت راك منافقة المهم قال يابلي انا وانتي خسك الطيحية انا ما كنت ش عارفة راسي حاملة ولكن علامات اللوحم كانت بينا عليها وذي أشيك الوصي اللي حاملة ما كنت ش أصبتها عن المنيهاء وانا مع الملايات والعجينة اذا عجنت كنت اتخف ورمضان ما تناكل ش فيه وانتصوم فاشتانصومي على ضرنوان ونقول لي هون بكل ش رسيغوت هنا كلهم نضوك خاسموا ويقولون لديهم جريمة كي يصنيوا ليه وكي يمنصو فيه وما عندك مدير وما عندك مكفيها وواحد مرتلوسي للي الله اكتركها هيا مسكنة اللي كانت تقولي اذا كنت اريد تياسي وفعلا كنت يعجبني انا اني الفطر عندها ما كنت يعجبني حريرا ديلا مني اندرت التاست وخرجت لي زوج دي الخطوطة احرفت و تأكدت بلي انا حاملة والله ما فرحت تخلعت و بقيت كانت ترعد في بلاستي في المرحضة عزاكم والله صونيت الخالتي اول واحدة حيث كنت قريب عليها وكانت بحال صاحبتي صونيت ليها وقعت لي مبروك عليك وفرحات لي اما البقية كل شي تنفخ علي لك شي باش كنقول لكم بلي انا و الزوج دي الصغر خايب لانه بالعقل ديال اليوم كون وقعت نفس الواقعة ما كونش نضرب معاهم ما زال ضربة دقيقة واحدة غنجمع حويجو غدي نزيد خلفه مع الطريق فش بديت كان صوني على دهرنا ومقول لهم انا غدي نجي عندكم ما موجدة كي صوني عيو تيقول لي يجلسيت امه واذا بغتي تجي ديري ذاك شى اللي قالوا ليك سرحي ذاك شى اللي فكرشك انا ما سخيتش اناناني نحيده وكنت نحس به هو نقطة في كرشي وكنت نتعودانا اياه وقررت باللي اناني ما خديش نحيده غراج لي قلت له باللاتي فوت رمضان ونحيده ما نقدرش ندير شي جاري ما فهذا الشهر انا كنت عواله غير نمشي لدارنا ونطلق ونخرج نخدم وذاك شى اللي فكرشي ما غنحيده شو هننضربع يتماره المهم تبناشي شوية الامور وبدو كيهدنوه ويقولوا ليه وصافي ما عندك ما تدير اتش اللي اعطى الله الشيخي هو الوحيد اللي فرح في ديك الدار قال ليهم زياني ديرو ولادهم ديك العقلية دي لناس كبار اما واحد اللي هو سوح داخر سكن حدانا ما خلاش للرجل بالمعيوره السبان باللي غدي تطلقه وغا تبقى طالع نازل في المحاكم وغا تزيد بالنفقة ديال الدري وما خلاش ليه دارنا خايفين انني نرجع وانا حاملة ومطلقة وحياتي الضيع وديك السلسلة الخامجة ديال امي تعاود معايا انا قرب العيد الصغير كل شي يمشى الحمام وانا اتشي حد ما قال ينو ضياف لنا يلا تمشي تكن مضي عظامك واحد لوسي اللي ديمك يجي على الحق قال لي هم اجرى مشي معقول كل شي غادي وسانا تخليوا هموراكم مشي حشو معليكم المهم جات خالتي جابت لي العواصر والسقطة اللي كان بغي وحويج العيد وقالت لي بحال كبحة للناس درت خمس شهور وانا اخته اللي عندها كده وربعين عام ربقين معادين ما قلنا بش دليا نقطع ليك واللي ما بغيتش نديروليها كتعيت ليه ودقول لي سانا ما بغيتش نديرليها انا غضبت غضب اللولة وصلت لدارنا وقالت لي الله يعاونك جاب واليدي يبقوا عليها خاصك ترجعي ورجعت عاو تاني وولدت ولدي وكل شي داز بخير وعلى خير انا كنت نفسها وقالت في بلاستي كل مرة هو جاي ويحني على ولده ويبدأ يسويني واشخصك شيدواء هما رضوتي عيرو واشسيد قاع ميت ولا غير بحالها كم دلول والمشكلة انه هو تكون مرة مزيان ومرة خايب وديك الخيوبية هما اللي كانوا سبابها حيزش كانوا تشارجها فتنفاسي بخمستاش اليوم وقلت لها فلان اراني بغيت نمشي لحمام وقالوا لي هلا وحنا ربقين كي يجوا عندنا الناس وبلا ما نقول لكم على الزرورة اللي كانت تشد عقوستي وكاديهم 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 نضطر روينا عاو تاني مشيت ودبس تنوياه ودبس مع طاصلته وستيت حويجي وولدي ومشيت في حالي حلفت لغادي انجليس عندهم في ذاك رمضان لانا ما يدوزوا علي العذاب بحال في اللوول واصلا عقوستي مشتدوز ذاك رمضان عند لوستي اللي ما كانش كتدير يديها في الماء وكتقيير كتنعس وانا اذا قلت لهم ما نقدر ندير حتى شي حاجة تيقولك ما تخرجي حتى تنصبلينا الطاجين هزيت ولدي ومشيت ومثلت شو بغيت نرجح قلت لراجل يطلقني يا تكريليا دوزت ذاك رمضان عند دارنا من المرة رمضان جا قلت ليا نوضي رواحد الناس في العروبية اعطوني واحد دار غادي تكليسي فيها قبلناها ولو هي في العروبية وما فيها ما وما فينياش وكلها مريبة قبلت بها واخا انا ملفا بفشوش في دارنا النيفو اللي كنت عايش فيه معه دارنا وجيت عند الراجل ما كانش هو هاداك وخاكك ارضيت وتواضعت فشو صنا دوك الناس اللي بغاوا يعطونا الدار تقلبوا واسقوا قد يعطونا واحد دار واحد اخرى في واحد الخلاء اللي بعيد فاقبلت واحده واقبل ومشوا خلانا في ذاك الخلاء انا وولدي ببوحدنا وخاصني النسقي والدار كبيرة وكلها ديال طراب صنات لي واحد لو سي واش انتي حمقى تقدري تسكني ببوحدك تمايا في ذاك الدار حنا اللي تولدنا وتربينا تما وما نقدروش مع العلم انا وديك الساعة الراجل ما بقاش يحملني وغيرت يكرهني واحد الكوره اللي كان شديد واللي بقى ربطني ما بيني وما بينو غير ذاك الولد تمدى كان شوفه راسي وكانقول كون غيرت اللقص اللي ما بقى ديال انجلس عند مرتي لوسي لمدة 4 شهور وما بقى في ذاك الدار قلت لي بلي انه بدم ما يلقى لك راجلك شي حل من بعد مشيت معاه المدينة في انتي يخدم وكرا وانا ويهدي ممدابزين وعلى اتفال اشياء وغيرت انقيل في الدار وما تخرجي ما تدرجي ما تلبسي بقيت عام حتى دار والدي ثلاث سنين ونص وما تليت ش بغى نحمل بحالة تعقدت من الحمالة نظ كي يغوت كون غير زتيت ولدي شي واحد في هاد المدينة را كل شي غيكون ناقص دار والدي ربع سنين وحملت بولدي الاخر وولد وهاد الولدة بحالة شي وحدة والده في الغربة ما كي يللي عونك ولا يهزو حي لش كنا بعاد على العائلتين الرجل ولا مبليف التليفون الرجل كان مبلي بفجر كينعس بكري ويفق انه يصلي تولى غير الصغير والنعاس وما كان شي كسيني لأنا لأولادي كنت انتقرز غير على المصروف باش انا نناخد به شي حاجة ماما وجدي وخوالي وخوالتي هما اللي كانوا يدوروا معايا هاد شي كله اللي عودت لكم مافيش الحضور ديال الوليد ديالي لهو ولا العائلة ديالو كانوا من عدمين المهم انا غدي نولد وولدت ولدي تاني والسيد ولا عازل فراشو وسين عازل في الصالون ولات الخيانة اللي غدي يخرج لها الطاي طاي واحد النهار في يامات كورونا كنت اززيت ولدي صغير اخرجت للجريدة حدانا مع العيالتي يهزو ولدتهم وكي يتلقوا وتماها كي يبقوا كي يجمع حدث ابنت العشاء انا اخليت ولدي عند شجارة ومشيت ادخل البطار نصلي العشاء هو شف ولدي الكبير تيلعب وتمداخل البطار عند بلو بلي انا وانا انا مع العيالات غدي يصوني على شي وحده فش بدك يدوينا ذلك الكوزينة وهو دايز تخلع شفني وقطع جال عندي وقال لي يا اعطاتي نمارتين صاحبتك داب انا ما عنديش اخوية التليفون باش انا اعطي نمارتك انتا بدي قولي يا صافي سكتي 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 على العيالات بره غدي سمعونا مش شرجم مدويتش معاها واخرج وبقيت مجمع مع العيالات رجعت لقيته ناس تعشيت وتكتن اولادي ومدويتش معاه وهم الصمار في الخيانة وفي الالعاب ويضحك ويتعصب غير معدك شف التليفون تل واحد النهار كنت مريضة قلت لعطاني باش نشري الدواء قال لي يا ما عنديش وانا كنت طايحة الارض ضيقوة علش موجودتيش لاشا ما ديتش عليه اعشيت اولادي مشاريب سخون على ديتسخانة واذا بغى شي حاجه راتي يصفت لي غير ميساج في الواتساب غدي يصفت لي ااجي راني مريضة اخوية ما قد لاش ناد جاندي تيحيح بقى كي غوت مخلمة قال لي في المعيار لحالية اللعب ديالولادي ضربني طحت زرق لي عيني مبقاش انا دك حسيت بالمرض ديالي بل غير واحد البانيو حدايا هزيتو شيرت عليه بيه وحاولت ندافع على راسي باش انه ما يزيد شي ضربني من بعد القاني جامعة حويجي قال هذي غير كتفلة عليا باش نحذرها ومعدها لا فلوس ومعدها اصلا فين تمشي ام هورا كدقوا ليها بقاي ولكن قبل غدي نرجعكم واحد شوية لور باش نفهمكم واحد الفطرة واحد اخرى لغد تخلنا في مرحلة جديدة انا من قبل كنت سافرت عند جدودي لدارنا واحد المناسبة انا من ديما كان عند بالي بللي انه عندي واحد اختي لي عمرني ما شفتها ولا شافتني وكل واحد فينا دير حياتهم اتشيحد مع مرحضر الاخر في شي حاجة هي كتقول بلي انا عاشت ظروف من نوع اخر لانا والاب ديال نحنا بزوج تخلى حتى هو علامها وعاشت كتلاوح مبيل عائلة واحتهيت زوجات على سنة 18 سنة غير باش تهرب منهم المهم انا غدي نحلم بللي انا وجداتي ماتت وقتليهم جداتي متع ب وقلت لهم يا كما هي ماتت قالوا لي ايوا سيرل عندها وقلت لهم ايوا ذاك شى اللي بقى قلت احتعيت قالوا السلام عليكم انا جاي عندكم وهنا سلاة الحلمة فقط غدي ندخل الفيسبوك ودخلت لكنية ديالببا واول واحد غدي طلع ليا كنت عرفته واللي هو عمي قلت لي السلام عمي انا سنة شكون سنة سافي تهاد سنة انسيتوها بنت فلانة قال لي يا شكون قلت لي سافي سافي مادام حتى فلانة انسيتوها الله يعاونكم بقى يقول لي لا لا هكي المرت يصنع لي وقطعي غدي ندولي ك فاش دوينا قال لي يا خاص كي ضروري تجيل عندي ويدا ما ننشيتيش غير قطعي معي وبروكيني فاش مشيت لديك المناسبة عند جدودي وكملات دز عندك عمي اللي يدور معي مسكين وعطاني تدويرة اللي كان صحيحة خلتني انا نخلص بها الكريديات جولي واللي بقى لي ارجعت بهم بحالي جيت للدار عند راجلي وما كملتش سيمانة هي فاش تناقشتنا وياه واجمعت حوايجي ما صنعت لدرنا اللي انه اهدرتهم هي صبري وانا ما تليش قد ان صبر غدي نصني من جديد على ذاك عم قلت لي اه هاشنو كاين وقال لي باش تلقي راح عندك تدرالي ولكن غاد نصفت لك الفلوس باش انك تجي عندي تفوجي وتكسي ويداتك وراجلك رتيبا ولد الناس قلت لي اه رتيبا مزيان ولكن معي راح ما مزيانش بدأت يضر لي على ابا هاد عمي ويقول لي راح عنده رادار ورافعال ولا دعما ميسور قلت لي صفت لي انمرته يوقف معي غير نطلق انا ما بغيت لها فلوس لاورت انا بغيت غير وقف معي نطلق ويدبر لي على شخ ديمة موقش معي في الصغر ودابة انا غ بغيت يستغلى ويكفر على الماضي ديالو ويتصالح معي انا راني مسمحها يلا صفت لي انمرته ما زالك نشوف فيها بطي صوني عليها هادرت معها بقى تبكي وقال لي راح اخويا قال لي يا بغيت تجي عندي ايه راح هاشنو هاشنو كاين وراني بغيت نطلق تقول لي غير اجي بعده ويحمل الله حيث لي ذكرت لي التطلق تقول لي غير حدوش مع الصبا ولكن انا صافي صبرت ما فيه الكفاية وهذه المرة كان قرار لا رجعتها فيه ولدتي غاد نمشي نخدم عليهم وهو يضبر راتو المهم راجلي كان شافني جميعا حوايجي بيومين ومتي دويش معي وهو قلس في الصالة وانا في بيت الناس واذا بغيت شي حاجه تعيض على ولده سير جيب لي هادي عمي صفت ليه فلوس وراجلي انا ذاك مكانش عند بالو بلو بلي انا راني كان دوي مع ابا ولا مع عمي بقيت مجلل مشيا حتى يولي مني التوقيت ديال راجلي باش نقدر نهرب حيث كان هناك شي وقع في الويكند والتوقيت ديالو كان مخربق المهم فاشه هو مشاهد الخدمة اراشا في الحوايج بلي انهم كانوا مجموعين وركن كانت يقول لا هذه راح ق سنين حتى وصل الفجر والنعاس مجانيش ديمار الموتور وخرج وبقى الدنيا مازال مظلمة سوف ندير واحد والدي في ظهري والاخر الكبير عنده خمس سنين كي تمشى مازال مقلوب بالنعاس واللي نحسون بدجينات ديالهم جريتهم واحد المسافة توصلنا للتاكسي كورسا وقلت له راني باغن هوندا رجعت وبدأ نخرج لديك الشفور غير الحوايج جولي اللي بقوا في الدار اللي ما قدرت تنهز وصلني وخلص التاكسي كورسا ومشيت في حالي ومع القصة طويلة وحدث طوال س نختصر باش انني ما نضطرش انني قسمها الجزئين فش خرجت من ديك المدينة والله احلا راحة بحالش غمت حيدت على قلبي وتفاجيت وحيدت الكارب ديال التليفون اهرستها والحيطها وهنا في مزيد كان نفكر في حيات المستقبلية اللي كنت فرحانة لها والدي الكبير تقول لي يا ماما واش باب غادي تعرضنا في المحطة بالعاني تقول ليها اغير باش نسكتو وصلنا تلقيت مع الوليد سلم عليا تعنقنا وتفاجأ فاش شف عندي والدي صغير حيث كان عرف بلي انه عندي غير واحد سلم عليا والدي الكبير ت تقول لي هذا هو جدك الوليد فرح بي وفرح بولادي دوزني المحل ديالالعاب اخذ الولدي الكبير واحد البيكالا وتخوتينات والصغير اخذ ليه الالعاب اللي على قدر العمر ديالو اداني الضار ومرته كانت خدامة موظفة في واحد الشركة صنات علي وقت ليها سناء انا راني خدامة والدار دارك مرحبا بك حتى الوليد قال لي يا عمري اتي لولادك وحطي لهم صافي غير وصلت عند ابا ما تتعاملش معي بحيلة مع عمره ما شافني موددلة تعامل معي وكأنني بنته ومودة قال لي يا نوضي طيب الولادك وحطي لهم المهم دخلت انا الضارت وضاد بمعا والدي الكبير الجامع انا عطيت لولدي صغير رضاعة وداني ناس الولد فرح بزاف حيث اتجيت لعندو وبدك يصنع لعائلته ويقول لهم شوفوا شكون عندي كل شي فرح وكل شي نشط وحيثت عنده الكثيبة دارت دبيحة جات مرتو من الخدمة لقاتني عمرتاتي جابت معي شي حليوات ورحبت بي وتتعاملت معي مزيان واخيرها اعمرني منساه ارحبوا بي ودالوا لي الشواء صافي مشيت نع حيثت واحد الراحة حسيت بها راما فقط حتى الاشمن وقت ومعا هرست الكارتة جابت لي بقى كارتة واحدة اخرى باش انا اتواصل مع العائلة انا اطفت ذلك النمرة فاش نعزت با فاش بدي صوني تخلع مكان جابه وشيس حبيب لانني ازيت حوايجي ومشيت حتى جلقاني بقى نعصى مشيت در سلسيفيكا خليتها عندي رجلي سفت لي في الفيس ميساج بلوكيتو في الانستغرام بلوكيتو وقدرنا وصيتهم بلي انا و هو ما يهضر معي هو الول بعد هو فاش جام من الخدمة لقى دار ساقلة السكان اللي كانوا يبنوا لي مجموعين مبغاوش ومشيت الماريو القى خاوي اول حاجة دار قلس وش دراسه وبدأ يقول شنو دارت يا ربي شنو دارت لراسي صوني على جدي وقال ليه رأس انا ازيت الحوايج وخرجت من الدار جدي دار فيه وقال ليه انت دربتها وكل شي تقلب عليه ويقول ليه بلي انا وديك سيدة الله يعمرها دار وبيلي انت السابب وهم انكرو بلي انا ومكي عارفوني فين انا هو عارب لي انا و الناس الوحيدي اللي يقدر نمشي عندهم مجدودي ولكن متاقش وصفت امه ودارهم واخوتاته باش يقلبوا واش فعلا انا معاهم فاش مشاو حلقوا ودارنا محلولة ودخلوا وبليهم لا صوت كاين دي الولاد لحتاش حد عاد قالوا لي بلي انا وفعلا سناء مكيناش يا ولادك بقى يبكي على ولادو وعلا انهو ما عرفش فين احنا مشينا قال ليش ديمتان يمسؤول عليهم اذا بنتي من هنا لغضا ما بانش انا غدي مشين ديك لاريبك حيث احنا ما عرفنا شوش قتلتها ولا غبرتها ولا شنو درتي لها هددو غوط وخلعهم بزيان هو تخلع وطلع معها الصاد وعاد فاق بشنو دار انا في هذه الاثناء كنت عايشة اميرة مع الوليد ما خاصني حتى شي خير وديما مكسية انا ولادي والحليب وليكوش لاغدلي صباح اعاد صناو على راجلي وقالوا لي راسانا مشات عن دبها حيث اش كانت عارفة اذا جاءت لعندنا احنا غدي نردو هاليك انا قلت لخاتي قولي لي بلي انا وما يجيش لعندي حيث انا متلت شرج عليه وباغنطلق اخداني مراد يربا وصناع ليه باش انا ويجي اتبقى انا وقالوا لي اتجيش لعندي حيث اش راجلي برسطه بتعياد ديت مدة طويلة خليتك تشوى غير بوحده حيث انا اصلا ما بقىش ههمني نهائيا ديت عيد ميلاد الولادي انت دخلت صفتات لي تصور وزاد كيبكي وكيغوت وانت محر مني مني منولادي وانا راني كانت تعدب قلت لي خالتي اذا بغتيولادك حاول علامهم المهم بلوكيت عليه جميع الطرق باش انا وما يشوفني ما يدويش معايا يتشوق لي وارتاحت مع راسي حتى الواحد النهار ابق عزيت وحد النمرة قصد لها وزاد مكبير صوطر اعطيت ولدي الآخر زاد كي ترتق بلبكاء مع العلم انني علمت وولدي الكبير باللي انا وانا واباك مبقيناش مفاهمين واذا تتحشيها ولدي ارى يمكنك تدوي معا الوقيتا اللي بغتي وعودت له ولده ولكن اهد المرة انا قررت نطلق بقى كي يطلب ويرغب اي واحد من عائلتي عافك قولوا اللي هات عطاني غير فرصة اخيرة عمرني ما نعود واذا ما عجباش الحال انا نطلقها غير تمشي في حالها في الاخير اعطت سوديك الفرصة وجا طلب اسماحة من الوليد وشرطت عليه باش انه يتبتل في كل شي وباللي انا والمعيور عمرني ما نسمعه منه المهم رجعت سمعاه وارحلنا من ديك الدار ومشينا الدار اللي كانت محسن وسبحان الله صفحة وطوتها من حياتي حياتي تحسد بوحد درجات اليوم كبار على الماضي ولا كي يكسي ولاده ولا كي تلقي ديه معانا مره مره كانت نقشه ولكن ذاك شي عادي وماشي بحال الاول اليوم احنا في خمس سنين باش انه رجعت علاقتي بالوليد وباش تحسنت الامور كاملها با كي تلقي فيه وفولادي وكي صفتلينا علاش مقدر الله كي تلقي فيه بمعنى الكلمة عوضني على الماضي ديالي انا اليوم تيبليه بلي انه هاد المخصمة مع الزوج الكريم كانت سبب انني نعرف ابا والحقيقة ديالي انا في الاول كنت حقد على الاب ديالي حياتي تخلى عليها ولكن الحقد جا من العائلة والاقارب وهضرتهم با كخلك با كما يسويش ولكن ديما شي حاجة فيه كانت تقول بلي انه ربغيت نتواصل معاه مني اندى ستسينين وتواصلت معاه ومشيت عنده وحكى لي على القصة دياله بلي انه ما كانش في شي ضروف لي يزوينا وكان متابع قضائيا بسبب شي ديون وعاش فترة اللي كانت صعيبة كان مطمئن من جهتي لانه كان عارف العائلة ديال ماما وعارف بلي انني غادي نعيش مزيان من ناحية المادية وكانت يراقبني وكانت يرد لي البال حتى تزوج بنت الناس وسهل عليهم المولانا وبقى محروق من جهتي ذاك الشي باش كيعودني اليوم على كل ما فات من قصي بغيتكم تستفدو بلي انكم ما تهربوش من مستنقع باش انكم تطيحوا في مستنقع وحد اخر بنا ذمكي كمال قرية ووخة ما يخدمش الوقت ما عرفنا هاش شنو غادي تجيب ليك وذيك المخاسمة والقطوحية والقرار اللي خديت الحاجة اللي استفدت منها انه ورجعت المياه المجاري ديالها ربيت راجلي وعلمت الخطأ اللي دال معايا انا وما يعودوش وما استهنتش بانهو كرامتي تنزل الارض وانني مقا راضيا ومستمره في ذاك الدل وهذه هي كانت حكيتي وهذه هي كانت حكاية سناء يا سادة يا كرام حكاية ايجابية جميلة رائعة باش عارفو سبحان الله بلي انا ونناس انواع اللي تيحب وكيبغيش تدل على نفسوك اللي تيحب وكيبغيش تدل على نفسوك ولكن باش ما اعطتي قيمة راسك وكرمتي راسك ديما كتبقي الفوق وديما كتشوفي الاحسن وكتطمعي في الاحسن وربي ما تيخليكش وكتكوني مكافحة باش حتى ذاك الوليدات اذا جوا مساكن ما يعيشوش العذاب مع ذاك الوالدين وما يعيشوش شو مع وقد هذي هي كانت حكايتنا الليلة خليوا تعليق جميلة للصاحب الحكاية السناء دمتم في راعة الى واحدين تلقوا فضلطي ان شاء الله وسلام سلام تلقوا فضلطي ان شاء الله وسلام